بسم الله الرحمن الرحيم وقوة رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى عالي وصحبه جميعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا. إنك أنت عالم حكيم. طيب تكلمنا عن . وشوفنا كيف الأكواد لها أو كيف التعامل معها. تكلمنا عن . وشوفنا كيف التعامل معها. الان باقي الـ update التحديد او التعديد على قيمة الملف اول شي هنا update file طيب اوك بعدين المين هنا ما ننسى throw exception بعدين اوكي ما نحتاج من paths طيب بالنسبة الان للـ update على الفايل اه عشان نسوي update على فايل انا احتاج انا ما اقدر ما عندي خاصية تقول لي والله روح على هذا الفايل مثلا student ما عندي شي يسموه اذا كان والله الـ id حق الطالب هذا 100 غيرها الى 96 ما عندي هذا الكلام ما عندي ما عندي ما عندي شي من هذا القبيل يعني ما في جافة ما توفر لي هذا الشي او مثلا اذا كان 101 عدل من 158 الى 60 مثلا ما عندي هذا الشي في الجافة فالطريقة انه اقرأ الفايل هذا واخزنه في temp file ثم ارجع اقرأ من من الـ temp و اعدل القيمة اللى احتاجها فمثلا احنا بنقول اذا كانت القيمة الـ id 101 للطالب اعدل درجته الى 60 مثلا احط درجته 60 فخلنشوف كيف بنسويها بسم الله اول شي انا بقرأ اول شي قلنا ايش بقرأ الفايل وبحفظه في temp file طيب الان student .text ثم هذا عشان اقرأ من الفايل عشان اكتب على الفايل لازم اجيب formatter formatter Output مثلا نكون new formatter وخص نقلنا في temp .text طيب ما ننسى هنا من الفايل من الفايل من الفايل بعدين نقلنا قاعدة ننسوي close إذا input not equal null null input .close 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 نأتي بنهم نبدأ نشتغل الميبيد الآن اول شي راح نقرأ الفايل الاول ونضعه في التمب ورح نشوف هل هو فعلا قرأ ووضع في التمب ولا لا الان بالنسبة للتمب هو موجود عندي بس انه في قيم غلط او في قيم شوائية امم امسحه دليت الان الفورمات راح تنشئ لي واحد تمب جديد وبدأ تحفظ فيه راح نقل while انا بقرأ وما اعرف عدد السطور اللي موجود في student اعتبر نفسي ما اعرفها سوفقل input.has next والله اذا في next معناته اقرأ لي مثلا string name و الاد نعتبره string و الاد نعتبره string و الgrade نعتبرها int great طيب الان الان ال name راح يساوي راح يساوي راح يساوي input input. احنا اعتبرناها string فبنقول له او ال name لا هسب ترتيب الفايل اللي عندي student انا اش بقرأ اول بقرأ اول بقرأ اول شيء ال id بعدين ال name بعدين الدرجة لذلك اول شيء اقرأ ال id يساوي input.next وال name.next نفسها بعدين ال grade equal input input bot.next int لانه ال grade اعتبرناها int ثم 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 ايش بسوي الان بطبع او بكتبها في التم او بطبع opt.format opt.format int string بعدين 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 مسافة بعدين string ثاني لمسافة بعدين digit نكتب نكتبهم name بعدين بعد name عندنا نعفوه من البداية اول شيء id بعدين name بعدين grade نعفوه نعفوه هذي راح يتنفذ راح يطلع لي ملف temp يحتوي على البيانات هذي او لا clear اوكي ثم java c update file بعدين java update file خنشوف ملف تمام كما هم توقع داخله اوه مشكلة انه طلعه الجنب بعض خن نعدل المشكلة هذي كيف راح نعدل المشكلة راح نقوله انه بعد digit اعطيني n سطر جديد خنشوف cmp 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 نجي هنا temp اعطاني كل واحد في سطر الحال تمام الان بمسك هذا التم تمام وبروح اعدل عليه الان باجي هنا بعد close ليش بعد close لانه لو ما سويت close output ما راح يطلع علي ملف التم بيطلع فاضي فالان باجي بقول له الامبوت والاوتوت هذي نفسها باعكس الفايلز بخليه يقرأ من التم و اي بخليه يقرأ من هنا التم و اي عدل ويكتب في student بقول له الان و طالما الامبوت عندك احنا يشكلنا اذا كان الاد 101 عدل الدرجة الى 60 الامبوت اللي هو من تم في اسطر او في سطر بعدي او في حاجة بعدي مو بشرط سطر في حاجة بعدي اي نعم في اه اقرأ الاد اقرأ النام اقرأ الgrade بعدين اطبع ال ال student طيب لازم نشيك على الشرط كما قلنا if اذا ال id dot equals طبعا احنا اعتبرنا ال id string فهذا مستخدم dot equals 101 نفذ التالي خطة 60 else اه اه انفذ باطبعها زي ما هي بعدين ما ننسى فتحنا احنا فايلز مرة ثانية فعم ننكتب منسوي close للفايلز اللي فتحناها نجرب نجرب جافة compile قبل ما ننفذ هنشوف محتوى student اول student ايش محتوى مية احمد 95 101 50 50 102 80 طيب هذا استددت التمب احذفه ما منه فايدة هو ب نشو formater نأتي هنا نسوي execution ننفذ طلع على التمب تمام خلنشوف التمب التمب في المعلومات القديمة بعدين قرأها منه مفروض وعدل هنا ايوة 95 بعدين المية واحد حطها 60 والمية واثنين نفسي ما هي 80 وبس هذا الان عدلنا على الفايل هاي طريق التعديل على الفايل هذا الله اعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد إن كان خطأا فمن نفسي الشيطان إن كان صوابا فمن الله وبالتوفيق للجميع